لقدرة قادر رح نحتاج اول اشي نصف كوب من السكر المحروق رح نحتاج لطبقة الكريم كراميل اللي هي اربع بيضات حليب مكثف محلة من اللونة علبة كوب حليب فانيلا برش بردان وثلاث معالق من البردان اما للكيكل رح نحطها رح نحتاج لا ثلاث بيضات نصف كوب من زيت شعبان نصف كوب من السكر برضو من شعبان كوب حليب معلقة كبيرة من بيكينج بودر معلقة كبيرة من الفانيلا برش بردان وبدي كوبين من لطحين اول اشي انا استخدمت سكر شعبان هلأ حطيته انا عم بحكي انا وتمارا لانه نعمل حبيبات ولونه حلو ومكرر بطريقة حلوة شوفوا كيف داب بسرعة وعليه عروض يا جماعة الخير طلع ما احلى بدي ااخده ولا شي حطيته على النار ما بتحركوا السكر المحروب غير ليبلش يدوب وحاولوا تحركوا المقلاية ما تحركوا نفس السكر بالمعلة عشان ما يكتل معاكم شوفوا ما احلى بس حطيته بالقالب تأكدت انه خلفته كتير منيح والبقية ايش بدي اعمل بدي ادهنهم بالزيت 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 عشان ما تلزق الكيكة تمام خيك القالب صار عندي جاهز والسكر المحروق صار عندي جاهز ثاني طبقة بنعملها طبقة الكريم كرامل امتياز قبل ما تحضرنا الكريم كرامل بس كنت بدي اسألك وصل لي سؤال لانه ليش ممكن يطلع في فقاعات على الكاكة الباكينج باودر خربان على السريع يعني غير نقاش غير الباكينج باودر اوكي اوكي هاي مرة هاي كيف بتذكرها المعلومة الله يرحمك يا امي انا بدأت افوت على المطبخ بعمر صغير كنت كتير بشتهل حلو انا صغيرة وهيك فا كنت مرة امي كان عنا بتعرفي بالزمان بالمدارس انه جيب شي ويعملوا اليوم المفتوط ويجوعوا ويودوا وريعوا لو بعرف شوين وهيك فبتذكر كنت قلت له عمليلي كيكة فكان عنا صوبة احنا كل لياتهم فيهم فقاعات وانا كل واحدة ابكي ابكي انه كيف اروح بكرا قولهم امي شاطره وما بدأ عرف تعمل كيكة بالاخر كبينا الباكينج باودر وجبنا واحد جديد طلع المشكلة الباكينج باودر اه فهذا الحكي يعني على تخصص اشتغلت في القصة وبيانت معي صارت معاي القصة طيب بدنا نعمل الكيكة فبنا نحط الحليب كله بالخلاط ما بدي اغلبكم بالمرة بهاي الوصفة السكر شعبان والبيض انا بحب برش الليمون او برش البردقان مع قدرة قادر ليه انا بتخيي عشان الزنخة عشان الزنخة برافو عليك احنا مستخدمين حليب انا لا عم بعمل بالكريم كرامل يا ربي مش عم بعمل بالكيكة اه بردو استخدمت برد عم باستخدم الحليب وباستخدم حليب مكثف محلى هاي اسهل وصفي واصبط وصفي للكريم كرامل انا احو اصلكم واحدة بدياكم شوفوا الكريم كرامل من جوا كتير جربت طرق صراحة هاي طريقة اخذتها من حدا جزائري اوكي تمام قالوا لي جاربيها وكذا وطرعوا بعملوها كتير لانه بتاعي في جزائري كتير ما اخذين من فرنسا فحطينا اربع بيضات بنفس علبة الحليب مكثف محلى المستخدمين من لونة حطوا بنفسها حليب اه اوكي يعني واحدة حليب مكثف محلى واحدة سائل عادي واحدة سائل وما تحطوا سكر انا حطيت سكر شوي بالغلاط مكثفة والبردقان وبيدي عصير البردقان معلقتين تقريبا برضو زي ما قلت لكم لا الزنخة لانه حطين حليب وبيض فبدنا تطلع ريحتها حلوة ونكهتها حلوة واخفقهم هيك بتكون عندي الكريم كرامل صار جاهز هلا هو بقولوا لنا اسكتوا على البندر اضطم اهربوا من عند البندر هذا الكريم كرامل اللي بدا تكون الطبقة الاولى اللي فوق الكرامل المحروق اللي حطيناه شوفي صوت الشوء سخن حشانك حطيتي بارض على سخن بس لا انه كيف السكر يعني بخشخش عرفتين اه مية بالمية طيب بنا نعمل الكاكة الكاكة كل مقديرها برضو نفس الاشي هون بدي احط الحليب بتحطي سكر بالكلام كرامل يا جماعة انا بالغلط حطينا انا حطيته بالغلط لان كنت فكرت بعمل كاكة اول اشي عندي هنا زيت شعبان وعندي السكر تقريبا نص كوب من زيت نص كوب من السكر وثلاث بيضات تمام وبرجع بحط انا من برش البردقان برضو بالكاكة اوكي ولنا لانه مسم الله يعني انتي حسبيهم اربع بيضات ثلاث بيضات هاي سبع بيضات هاي طيب هلا بس احنا دائما منواجه مشكلة بموضوع قدرة قادر يعني في ناس دائما كانوا يحكوا لما في اشي بخرب فيها فهي فعليات مقديرها مضبوطة الكريم كراميل او انو الكاكة ما بتنفش ما بتنفش بتكون كتير جامدة بيضاتها شوي سائلة وعندي هون لطحين تقريبا كوبين تمام عندي معلقة كبيرة من بيكينج بودر هلا يا امتاز انا بدي اعملها بالشوكولاتة باخد اربع خمس معلق من لطحين بحط مقابلهم ايش كاكاو تمام اذا بنا اياها بيك الشوكولاتة بناخد اربع خمس معلق من لطحين بحط بدالهم كاكاو تمام بدي اعملها بالفانيلا وخلص زي ما انا هلا عاملة حطينا الباكينج بودر فوق الطحين قليلي في عندي سؤال غدير عم بتقول لك غدير جاموس اهلا وسهلا فيك يا غدير بتقول لك شيف ليش اللي غريبة بتطلع معي اسيا وشوي مع اني بمشي فيها بالمقادير وبحطها بالفرن بالشوي تقريبا من عشر الى سبع او من سبع الى عشر دقاية مزبوط يعني هيك بصيروا لما بجربوها مرتين ما عم بطلع معها بتحس انه بتكون فيها مشكلة انا شوفي عياري للغريبة اديه دائما مقدار اللطحين والسكر والسمنة احنا بنعمله واحد انا اكتشفت انه ما تقليلي السكر ما بتطلعش معاك كتير ناشفة يعني كمثال بحط كوب من السمنة تمام مقابل كوب من السكر البودرة قليلي شوي من السكر البودرة وكوبين من لطحين عرفت كيف هون الدهن اللي منحطه نفس السكر بس مقابله ضعفين من لطحين فانتي قليلي شوي من السكر وبعدين بس تعجينيها حطيها بالتلاجة نص ساعة بعدين شكليها انا بترجعيها بتلاقيها لسه رجعت جمدات تركيها شوي تعجينيها بترجع تصير معك عجينة كتير ملسة بعدين ترجعت شكلي وتحطيها بالفرن قصة وما بتتحمر لأ خدوها من اليوتيوب انا عملتها الوصفة على اليوتيوب كمان موجودة على العمان تيفي بس اهم اشي تحطوها زي مقلت لكم قليلوا شوي السكر زي ما كنا نعملها كوب من السمنة مقابلها كوب من السكر بعدين تقريبا نحط كوبين من لطحين هلأ لأ قليلوا السكر حطوا ثلاثة ربع كوب أو نص كوب من السكر البودرة وعجنوها حطوها بالتلاجة نص ساعة ترتاح بعدين تلعوها ارجو عجنوها وشكلوها بتطلع بتجنة هلأ أم ياسين قامنا نخلط هلأ خليمي سأخلطها عبرية كيف تقلات شوفوا كمان قوام كيف لا بدي إياها مرأة عن هيك عشان ما تنفش وتكون مو حلوة ولا بدي إياها تكون أسمك من هيك ما تنفش وتطلع معي حلوة ممتاز بدي إياها بالكاكاو بقيم من اللطحين بحط أربع خمس معالق من الكاكاو بس بقيم مقابلهم أدي معلقة أقولنا أربع خمس معالق من اللطحين طيب شوفي هلا أم ياسين عم بتقول كدرولي البيكنق صودة ينحط في الكاك بساعد انه التنفخ بس لا مش ضروري طيب كمان هوني بس هو بساعد ركزي يعني احنا الكاك اللي مناكلة يا جماعة من المحلات الكاك اول ما خبس في عليه اشي اسمه محسن كاك بضيفو مع البيكنق باودر اسمعي عشان هيك تلاقي الكاك اللي بتشتريب من المحلات اسم الله هيك نافخ محطوط عليه اشي اسمه محسن كاك بس احنا ما عنا المحسن كاك فلن نستخدم بيكينج سودا ليحسن نفخة الكيكة مع البيكينج يعني ممكن هو يكون اختياري إذا مش موجود انا في البيت عادي لا انا اضعه الصراحة لانه بيساعد الكيكة تطلع فلافة ونافخة اكتر بحبه الصراحة اسراء عم بتقولك الجو بدي معمول عملي لنا معمول والله بدي اعمل اسماعي اجا عبالي اعمل كعك التمر لا لا خليه لرمضان بس حسيت انه لازم اخليه برمضان بس حسيت لازم اخليه برمضان طيب هلا بدنا نحطهم بصينية اكبر تمام محمي الفرن زي ما قلتلكم على حرارة 180 انا عندي مي مغلية بحطها بالفرن وبضيف عليها مي والمي ما بدي اياها تتجاوز على نص الالب عشان لما تصير تغلي المي ما تفوت جوه القالب نفسه بالضبط ابدأ جيبلك الالب اللي احنا مجهزينه او اللي انت مجهزتي مبدئيا عشان نحصه عشان نزينه ولا بدك تقصيلنا اياه بحب كثير اورجيهم يعني انا اه كتير ببعتولي قصي لنا ورجينا نسمونهم الكتر ما هي فلف الكيكة بديك تحطيه لنا صحين صحين لقلك اما هو يلا نشوف مين الرابحين معنا لليوم امتياز بدي اورجيهم طبقة الكريم كرامل ما احلق يا سلام نعم وشوف الكيكة وشوف الكيكة قديه فلفي انا هذا اللي بحكي لكم اياه بدنا المقادير تطلع بالضبط عشان تكون المقادير مزبوطة مينة يعني اسفنجية طريه جدا 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 طيب خير نحسها بالمصر بعملوها كتير قدرة قادر ايه مزبوطة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة